بصوا يا جماعة عشان في ناس انا يعني عن طريق اصدقائي وزملائي بتابع بس السوشيال ميني في ناس بتعمل تقولك ايه ما مصر تخش تحارب هي خايفة ولا ايه وفي ناس تانية تقول لا ده مصر جمدة جدا وتقدر تخش تحارب بصوا يا سادة المختصر المفيد والكلام ده يبقى لكل الاطراف الطرف المحبط واللي بيحاول يعني يهبل في الكلام على مصر والطرف التاني المتحمس جدا واللي شايف انه يلا بينا نخش والطرف التالت اللي هو متعلق بالكيام الصهيوني المحتل نفسه كويس مصر مصر لو دخلت المنطقة انفجرت مصر قادرة مصر قدراتها العسكرية مهولة وده مش كلامنا ولا كلام جلوبال فاير ده كلام العالم ازيدك من الشعر بيت جنرالات هذا الموتور المجنون المختل نفسه بنيمين نتنياهو قالولوا كده تجنب الصدام مع مصر لن نتحمل صداما مع مصر مش بس كده نواب في الكنسة تجنب الصدام مع مصر نواب من حزب العمل معارضة تجنب الصدام مع مصر العايزين نقوله للمحبين والكارهين لو دخلنا الوضع هيا مفجر احنا عملناها مرارا وتكرارا من سبعة وستين لتلاتة وسبعين جايبينه على حجرنا وباللسوعه ترى هي لسه معلمة في نتنياهو لحد دلوقتي ولا ايه يكونش ده السبب موجوع ترجمة نانسي قنقر